موسيقى مراسلون حول العالم نتجول فيه بين حقول الدول والعواصم العربية والأجنبية لنقترب من الأحداث أكثر وأكثر ونغوص في الملفات وتداعياتها وأهم ما جاء عبر شبكة مراسلين وفي العناوين تصعد حدة التوتر بين تركيا وإسرائيل وتراشق إعلامي بين أردوغان وناتالياه موسيقى مجلس العموم البريطاني يرفض خطة تيريزماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي موسيقى وفد وزاري فلسطيني يطلع الأمينة العام لجامعة الدول العربية على الأوضاع السياسية والمالية والاقتصادية الخطيرة موسيقى زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكية للبنان للترويج لسياسة واشنطن وصفقة القرن موسيقى وفات أحد عشر رضي عن تونسيا جراء تلقيحهم بمحلول ملول موسيقى موسيقى أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج مراسلون حول العالم كما أرحب بالزملاء الذين ينضمون إلينا من بروكسل مسلم لبريم ومن اسطنبول عاصم جرادات ومن القاهرة نور الصباح ومن تونس شادن غنام والبداية من بروكسل مساء الخير مسلم هناك بدت انتكاسة جديدة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد رفض مجلس العموم البريطاني المصادقة على خطتها المعدلة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي كيف تقرأ هذه التطورات؟ نعم مساء الخير زميلي فالح ولكافة المتابعين رفض النواب البريطانيون أمس الأربعاء الخروج من الاتحاد الأوروبي البريكزيت دون اتفاق وذلك بعد يوم من رفضهم بأغلبية كبيرة اتفاق الخروج حسب الخطة المعدلة والذي اعتبر انتكاسة جديدة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حيث صوت النواب في مجلس العموم البريطاني بأغلبية لصالح تعديل طرحته مجموعة من النواب يطالب الحكومة باستبعاد الخروج دون اتفاق وهذا الاتفاق لابد أن يكون لخروج بريطاني من الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من هذا الشهر مارس الجاري وهو الموعد الأخير المحدد لكي تكمل بريطانيا خروجها من الاتحاد الأوروبي حيث قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي بعد التصويت إن بالإمكان إجراء استفتاء عام ثاني ولكن ذلك يتطلب موافقة الأحزاب في المجلس العموم البريطاني في بريطانيا وهي بهذا التصريح تحاول التخفيف من لهجتها من أجل تمرير خطتها المعدلة والتي طرحتها على مجلس العموم البريطاني ما هي السيناريوهات المطروحة وكيف سيمر هذا اتفاق الخروج بسلام ويخرج هذا الطلاق أو يدخل هذا الطلاق حيث التنفيذ في ظل هذه المناكفات ورفض مجلس العموم البريطاني لخطة تيريزا ماي حتى بعد التعديلات نعم من أجل هذا وذلك الخروج المتفق يجب اليوم هناك تصويت لمجلس العموم البريطاني على ما إذا كان ينبغي مطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد الخروج من الاتحاد الأوروبي وفي هذه الحالة ينتعين على أن يتم الموافقة من قبل الاتحاد الأوروبي على هذا التمديد والتأجيل وفي هذه النقطة قال الرئيس المفوضية الأوروبية دونالد توسك أنه سيتعين على بريطانيا أن تقدم مبرر واضح ومعقول في إمكانية تقديمها لطلب التمديد في الاتحاد الأوروبي وكبير مفوضي الاتحاد الأوروبي في هذا الملف قال إن المملكة البريطانية المتحدة هي الوحيدة القادرة على إخراج نفسها من هذا المأزق مشير إلى أن استعدادات الاتحاد الأوروبي اللي خروجها من دون اتفاق هو الحالي هو الأكبر ولكن هذا الملف يتعين أن يكون بدرجة محددة وبموعد محدد الزميل مسلم لبريم من عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل شكرا جزيلا على كل هذه الإضاحات وننتقل إلى إسطنبول حيث الزميل عاصم جردات مساء الخير هناك تراشق إعلامي كبير بين بن يمين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال والرئيس التركي رجب طيب أردوغان كيف بدت ردود الفعل التركية على ما جرى وما صرح به رئيس وزراء الاحتلال الذي نعت أردوغان بالدكتاتور نعم أستاذ فالح التراشق الإعلامي الذي حدث خلال هذا الأسبوع بين رئيس حكومة الاحتلال وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ من تصريحات لنتنياهو حيث قال أن إسرائيل ليست هي فقط هي دولة فقط لليهود وهنا بدأت الردود الفعل التركية عن طريق بداية من من الناتق الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية هو الحزب الحاكم عمر تشيرك عندما قال أن هذه التصريحات هي أكثر تصريحات عنصرية وهذه التصريحات لابد أن يتحاكم عليها نتنياهو وبعد هذا التصريح هنا بدأت التراشقات الإعلامية وبعدها ظهر نتنياهو ليصف الرئيس التركي بالدكتاتور وبعدها الرئيس التركي في خطاب أمام الحشود جماهرية في حملة انتخابية قال أن نتنياهو هو الظالم الذي يقتل الأطفال والنساء الفلسطينيين ووصفه بالصارق ولم تقف الردود الفعل التركية عند أردوغان والحزب الحاكم إنما كذلك المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قلن ردد بشكل كبير وبشكل واضح تصريحات نتنياهو ووصلت الأمر إلى الاستهزاء من نتنياهو عن طريق عاصم هل هذه المناكفات الإعلامية ستلقي بظلالها على العلاقات الإسرائيلية التركية؟ أستاذ فالح العلاقات التركية الإسرائيلية هي من حادثة الاعتداء على سفينة مرمرة وهي في حالة ركود تام ليس هناك علاقات جيدة بين الأتراك وبين الحكومة الإحتلال المقصود هل ممكن أن تنظلق وتنضحرج إلى أكثر من ذلك؟ طبعا وخاصة سوف يتم تصعيد الأمور وخاصة أن حكومة الإحتلال صبت جامع غضبها على تركيا وخاصة مع الاقتراب الواضح بين روسيا وتركيا وإيران التقارب الذي صنعته الوضع في سوريا لذلك الحكومة الإحتلال لن تقف عند ذلك أعتقد أن هناك تصعيد مستمر وتركيا كما تعودنا على الحكومة الموجودة حاليا سوف تصعد من البيانات وربما هذا التصعيد سوف يذهب إلى أكثر من ذلك ومن المتوقع وكثير من المحللين يتوقعون المحللين السياسيين الأتراك يتوقعون أن الأمور سوف تذهب إلى أكثر من ذلك والأمر الأخطر الذي يتخوف منه الإسرائيل هو أن تبدأ المناكفات في الحالة الاقتصادية التي تعتبرها في حالة جيدة بين إسرائيل وتركيا لكن إذا سوف تصل الأمور إلى مقاطعات اقتصادية واضحة بين الأتراك وحكومة الإسرائيل مراسلنا من تركيا عاصم جرادات شكرا جزيلا لك ونرحب بمراسلنا من دمشق والزميلة نور صباح من القاهرة لنبدأ من تونس حيث الزميلة شادن غنان مساء الخير شادن كلف رئيس الحكومة التونسية وزيرة الشباب والرياضة بتسيير شؤون وزارة الصحة عقبة استقالة وزير الصحة على خلفية الحادثة التي أدت إلى وفاة 11 طفلا هل تبينت نتائج التحقيق في هذا الصدد؟ نعم أهلا بك فالح وتحية إلى سادة المشاهدين لازلت التحقيقات جارية إلى الآن في هذا الموضوع لكن قبل ذلك ضعني أضع أسادة المشاهدين في صورة ما حدث نعم وفي إطار هذا الخبر أو الكارثة كما وصفت والتي هزت الرأي العام التونسي والشارع التونسي إذ كان قد سجل مشفى حكومي 11 حالة وفاة لأطفال حديثي الولادة أي رضع خلال 24 ساعة حالات الوفاة هذه يعتقد أنها بسبب وجود تسمم في الدم بسبب تلوث المغذيات الوريدية هذا حسب التقديرات الأولية على إثر ذلك استقال وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف وقبل رئيس الحكومة استقالة الوزير وتعهد رئيس الحكومة بمحاسبة كل من ستثبت في حقه التحقيقات عن تورطه بذلك بالتأكيد أثارت هذه الكارثة غضب الشارع التونسي وقام بعض الناشطون بمظاهر أو باحتجاج في صاحة الحكومة أمام مقر الحكومة على إثر ذلك وكما ذكرت التحقيقات لازالت جارية في هذا الموضوع إلى الآن آخر ما تم توصل إليه أو آخر مستجدات هذا الموضوع هو أن رئيس الحكومة قام يوم أمس بعقد اجتماع في مقر وزارة الصحة بحضور وزيرة الصحة بن يابا ومديري المستشفيات الحكومية في كامل تراب الجمهورية إذا ما انتقلنا إلى موضوع آخر فإن الاتحاد الأوروبي سحب تونس من قائمة الدول غير المتعاونة ضريبيا كيف جاءت هذه الخطوة؟ نعم فالح بالفعل تم حذف تونس من قائمة الملاذات الضريبية بعد مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على ذلك وكانت هذه القائمة بالأساس قد وضعت عام 2017 بعد أن تم الكشف عن عدد من شركات متعددة الجنسيات والأثرية بالتهرب ونقل أموالهم من الاتحاد الأوروبي إلى دول من هذه الدول تونس الحكومة التونسية حقيقة أخذت هذا الملف تعاملت مع هذا الملف بجدية قامت بتنفيذ التزاماتها وبالالتزام بالمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتهرب الضريبي مما أدى إلى المصادقة على حذف تونس من هذه القائمة مراسلتنا من تونس شيد الغنام شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل ونرحب بمراسلتنا من بيروت زين عبدالصمد والبداية من القاهرة حيث نور الصباح مساء الخير نور وزير الخارجية الفلسطيني ووزير المالية أيضا التقيا بأمين عام جامعة الدول العربية وحملوا رسالة من السيد الرئيس تضمنوا الأوضاع السياسية والمالية والاقتصادية وقد جرى عقد مباحثات أخرى في القاهرة ما أهمها نعم مساء الخير فالح الرسالة التي حملها الوزيران الفلسطينيان من الرئيس محمود عباس كانت لإطلاع الأمينة العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية الخطيرة بعد اقتطاع أموال المقصة من قبل الجانب الإسرائيلي وأيضا إطلاعه على فكرة اقتحام المسجد الأقصى والاعتداءات المستمرة خاصة في مصلى باب الرحمة لكن الوقت أصبح ملحا لتنفيذ قرارات القمم العربية السابقة بتشكيل شبكة أمان مالية دولية عربية لمساعدة الشعب الفلسطيني على تجاوز هذه الأزمة المالية أما الأمينة العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط فسوف يرسل رسائل لوزراء الخارجية والمالية العرب قبيل القمة المرتقبة في تونس نهاية الشهر الحالي لحثهم على تفعيل شبكة الأمان المالية الدولية للشعب الفلسطيني من جانب آخر فإن الجانب الفلسطيني يحضر بكثافة الاجتماعات التحضرية لقمة تونس على مستوى وزراء الاقتصاد والمالية والخارجية العرب لحثهم على الدفع قدما لتنفيذ شبكة المالية العربية الموحدة لمساعدة الشعب الفلسطيني والتي تتضمن 100 مليون دولار وإذا لم يتم الوفاء بها كاملة سوف تضطر الدولة الفلسطينية للاقتراض من البنوك وكذلك اللجوء للتحكيم الدولي لمواجهة فكرة الانتقاص أو قرصنات أموال الفلسطينيين بالإضافة إلى الاتصال بعدد من الدول لدراسة إمكانية التعويض عن هذه الأموال أما داني أعرج بالنسبة لما يحدث في المسجد الأقصى واقتحام مصلى باب الرحمة وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في هذا الصدد فسوف يتم رسال رسائل الأمين العام للأمم المتحدة وأيضا المنظمات الإقليمية الأخرى لإطلاعهم على صورة الكاملة وخطورتها بخصوص اقتحام المسجد الأقصى وطرد المصلين وطرد رجال الدين وإغلاق بواباته وما يحدث في المصلة باب الرحمة والبوابات الأخرى الخاصة بالمسجد الأقصى والذي يعتبر تصعيدا خطيرا قبيل الانتخابات الإسرائيلية ومحاولة لتهويد المسجد الأقصى وتنفيذ فكرة الهيكل المزعوم نعم حقق الجيش المصري مؤخرا نجاحا بالوصول إلى الإرهابيين والمتطرفين الذين يتحصنون في سناء وقد تمقض عن ذلك مقتل العشرات إضافة إلى اعتقال أكثر من مئة مطلوب وفار من العدالة المصرية ما هي ظروف وتفاصيل هذه العملية العمليات بالفعل مستمرة في سيناء شرقية مصر التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية لسيما التي أعلنت مباعتها قبل سنوات لتنظيم داعش فمؤخرا في عملية أمنية كبيرة قامت بها القوات المسلحة المصرية تم مقتل ستة وأربعين إرهابيا وهذه العملية انطلقت ضمن عملية كبرى في شهر فبراير شباط من العام الفائت أطلقتها القوات المسلحة لمهاجمة أوكار الإرهاب بالإضافة إلى أن هذه العملية الأخيرة بالإضافة لمقتل هؤلاء ستة وأربعين إرهابيا تم القفض على مئة إرهابيا آخر وتدمير وتفكيك مائتين وأربع عبوات ناسفة وسبع عشرة سيارة واربعة عشر دراجة نارية هذا بالتزامن مع العمليات الأمنية المكثفة التي تقوم بها قوات الأمن المصرية داخل المحافظات المصرية الأخرى والتي يستهدف من خلالها الإرهابيون المدنيين الأمنين ويستهدفون أيضا دور العبادة والمناطق الحيوية في مصر فهي القوات المصرية تحاول تضييق الخناق على هذه الجنعات ومراسلتنا من مصر نور الصباح شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات وننتقل إلى دمشق حيث الزميل إياد خلب مساء الخير اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأمريكية بمنع الحافلات التي أعدتها روسيا وسوريا لنقل النازحين السوريين من مخيم الركبان لإجلائهم وإعادتهم إلى مناطق سكنهم ما حقيقت هذا الأمر حياك الله زميل فالح وتحية لمشاهدي تلفزيون فلسطين نعم كانت قد أعلنت الهيئتان التنسيقيتان الروسية والسورية عن فتح ممرات آمنة ومعابر آمنة وتجهيز حافلات لإخراج المهجرين السوريين من مخيم الركبان الذي يقع في المنطقة الشرقية من دمشق تحديدا قرب الحدود الأردنية العراقية السورية وهناك تتواجد قاعدة أمريكية هي قاعدة التنف كانت هناك خطوة روسية سورية لإخراج هؤلاء النازحين وعودتهم إلى منازلهم من مخيم الركبان إلى المناطق التي كانوا يقطنوها قبل الحرب لكن هذا الأمر لم يعجب الولايات المتحدة الأمريكية قبل بخطوة أمريكية مغايرة عرقلت دخول الحافلات إلى تلك المناطق ومنعت النازحين من الخروج من تلك المناطق والعودة إلى مناطقهم كانت دمشق قد حملت واشنطن مسؤولية هذه العملية وصرحت بأن هناك محاولة أمريكية للاستثمار السياسي بموضوع ملف النازحين في مخيم الركبان هذه المنطقة تحيطها من جميع الجوانب أو هذا المخيم يحاط من جميع الجوانب بتنظيمات متطرفة كالنظيم داعش الرهابي وبعض جيوب لتنظيم النصرة ما يحول أيضا دون الوصول إلى الأهالي والمدنيين الذين يسكنون في تلك المنطقة بالإضافة إلى بعض العمليات الجوية التي تقوم فيها الولايات المتحدة الأمريكية بين حين وآخر في المناطق الموزعة حول مخيم الركبان هناك تصريحات روسية ذات الصياق تفيد بوجود مقابر جماعية في المنطقة وسط تحذيرات من كارثة إنسانية ولماذا لم يتم التعامل مع هذا الأمر على محمل الجد إذا كان هذا الأمر حقيقيا صحيح فالح هناك ألاف العائلات يقطنون في مخيم الركبان كما قلت لك الواقع بالقرب من قاعدة أمريكية ما يقارب 1776 يوم تحت يعني بشكل دقيق يعيشون هؤلاء الألاف من العائلات 1776 يوم تماما هؤهم تحت هذا الحصار وفي هذا المخيم بظروف إنسانية جدا صعبة هناك نقص بالمياه هناك نقص بالغذاء هناك نقص بأبسط مقومات الحياة وكثير من المنظمات الدولية حذرت من تفشي أوبئة وأمراض نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ونحن نقبل على فصل الصيف الصور التي أظهرتها وزارة الدفاع الروسية أظهرت صور لثلاث مقابر جماعية محيطة بمخيم الركبان هذه الصور التقطت عبر الأقمار الصناعية الروسية وكانت قد نشرتها وزارة الدفاع الروسية على أن هذه المقابر هي تضم ما يقارب من 300 إلى 400 جثة مجهولة الهوية لا يتم الوصول إلى هذه المقابر وهناك محاولة تعتيم أمريكي حول هذه المقابر الجماعية المحيطة في تلك المنطقة للآن هناك أي تحرك إنساني لا من قبل المنظمات الدولية ولا من قبل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان هناك كارثة إنسانية ستكون فيها الركبان عما قريب مع ارتفاع درجات الحرارة وخاصة كما قلت لك هناك نقص بالمواد الغذائية هناك نقص بأبسط أسباب الحياة في مخيم الركبان وللآن ليس هناك أي تحرك حقيقي لإنقاذ حياة ألاف العائلات هناك أطفال هناك نساء هناك كثير من الشيوخ في ذلك المخيم الذي منذ تقريبا 1776 يوم تعيش الناس في خيم وبعض الأسقف هي من خشب وهذه المنطقة كما تعلم فالح هي منطقة صحراوية جرداء لا يوجد فيها أي أسباب من أسباب الحياة نتمنى لسوريا التشافي من جراحها واستعادة الوحدة والأمن والأمان الزميل إياد خلف من العاصمة السورية دمشق شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل ونرحب بمراسلتنا من أمان أرواح حماد والبداية من بيروت حيث الزميلة زينة عبدالصمد مساء الخير زينة وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو يعتزم زيارة لبنان مع أهمية هذه الزيارة وإنعكاساتها على العلاقات اللبنانية الأمريكية أهلا بك أستاذ فالح زيارة لافتة في توقيتها وأبعادها وأيضا نعكاساتها لرئيس الدبلوماسية الأمريكية وزير الخارجية مايك بومبيو الذي يصل إلى لبنان دون أن تحدى وقت هذه الزيارة وقد أحيطت الاستعدادات لهذه الزيارة بكثير من الكتمان والإجراءات الأمنية المشددة بومبيو الذي يصل إلى بيروت يلتقي رئيس الجمهورية والقيادات اللبنانية على مائدة البحث تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الحليفة لها بحسب ما أفاد مسؤول أمريكي في مواجهة التمدد الإيراني أيضا يجري البحث في تسليح الجيش اللبناني متابعة تنفيذ مقرارات مؤتمر سادر أيضا ملف النزوح ملف حزب الله وقد وضع حزب الله على لائحة الإرهاب بجنحية السياسية والعسكري وهو ما يرفضه لبنان بطبيعة الحال أيضا نقطة محورية في هذه اللقاءات التي يجريها بومبيو هي النفط والغاز وتأخذ منحيين المنحة الأول هو للتسويق إذا استطعنا القول لشركات أمريكية لتلزيمها حقول النفط والغاز في لبنان المنحة الآخر هو الضغط على الدولة اللبنانية باتجاه القبول بخط هوف وخط هوف بالنسبة إذا أردنا شرح للمشاهدين الكرام خط هوف هو الصلح على تسميته خط يرسم الحدود بين منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل وسمي كذلك تيمنا بالمفد الأمريكي في العام 2012 إذن لبنان يرفض هذا الخط على اعتبار أن تقسيم المنطقة المتنازع عليها يضرب السيادة اللبنانية لأن هذه المنطقة هي للبنان بحسب الخرائط الدولية والاتفاقات الدولية أيضا يطلب لبنان من الولايات المتحدة الأمريكية ترسيم الحدود الجنوبية ورفض اعتبار الخط الأزرق أو المكان الذي تتواجد فيه القوات الدولية هو الخط الحدودي على اعتبار أنه ضمن الأراضي اللبنانية زينة هناك معلومات طفت على السطح مؤخرا تفيد بأن ممثلة دبلوماسية الأمريكية سيزور بيروت أيضا للترويج لصفقة العار صفقة القرن التي تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية طرحها والكشف عنها بعيدة الانتخابات الإسرائيلية ما حققت هذا الأمر؟ صحيح في الواقع تأتي هذه الزيارة في إطار الترويج للأجاندة الأمريكية في الشرق الأوسط من المنتظر لا يتناول بومبيو هذه الصفقة بشكل مباشر على مائدة البحث إنما بطريقة غير مباشرة ذلك لأن المسؤولين اللبنانيين أسمعوا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أكثر من مرة رفضهم لهذه الصفقة ودعم سيادة الرئيس محمود عباس ودولة فلسطين في كافة توجهاتها لكن هناك من يتخوف من ذا السم التطبيع بين لبنان وإسرائيل من خلال اعتماد بعض المصطلحات كالحدود اللبنانية الإسرائيلية وهو ما يرفضه لبنان ويتمسك بالمبادرة العربية للسلام التي ترفض الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة سيادة على حدود الرابع من حزيرة الزميلة زينة عبدالصمد من العاصمة اللبنانية بيروت شكرا جزيلا لك وننتقل إلى مدرسلتنا في عمان أرواح حماد مساء الخير حضرت فلسطين في مؤتمر أو ملتقى مهارات المعلمين للعام 2019 في البحر الميت ما أهمية هذا الملتقى وماذا يقدم للمعلمين لا سيما وأن فلسطين تشارك فيه كل عام وتفرض حضورا لافتا نعم فالح ملتقى مهارات المعلمين الذي تنظمه أكاديمية المالكة رانيا بالتعاون مع منظمة البكالوريا يعتبر أهم وأكبر تجمع أكاديمي وتربوي على مستوى المنطقة هذا العام قام المؤتمر بتنظيم 142 فعالية وورشتة عمل تدريبية و11 فعالية ما قبل الملتقى الذي استمر لمدة ثلاثة أيام ليعتبر هذا الرقم الأعلى منذ انطلاقه عام 2014 كفعالية سنوية ودائما بالفعل تكون فلسطين من ضمن الدول المشاركة العربية والدولية وهذا العام شاركت فلسطين بوفد يضم عدد من الخبراء الأكاديميين ومدراء المدارس والمعلمين للاستفادة من هذا الملتقى الذي يقدم بالأساس ويعزز ويقدم للمعلمين استراتيجيات حديثة وإبداعية وأساليب تدريس متطورة في ظل ما يواجه الطالب والمعلم في فلسطين من انتهاكات وصعوبات وأهمها هو الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة بحق الطلاب والمعلمين والمدارس والشعب الفلسطيني أيضا سيتم خلال هذا الملتقى تبادل الخبرات بينهم وبين عدد من الخبراء والأكاديميين على مستوى العالم هذا الملتقى هذا العام حمل عنوان عقول مرنى لعصر متغير أما جلساته ناقشت عدد من المواضيع التي تهم قطاع التعليم بشكل عام منها مواضيع محو الأمية الرقامية ثقافة الإنترنت تطور الشامل للمتعلم وغيرها من المواضيع التي تهم قطاع التعليم وتعمل على تطويره حيث حضي هذا الملتقى باهتمام عربي ودولي واسع سواء كان من خلال مشاركة الوفود أو من خلال الباحثين المشاركين والمتخصصين من جامعات ومنظمات دولية عريقة منها جامعات هارفورد وأيضا منظمة البكالوريا أيضا فالح من الجدير بالذكر أن أكاديمية المالي كارانيا وجلالة المالي كارانيا دائما تقوم بمثل هذه النشاطات والمبادرات التي تهتم بالطفل تهتم بالتعليم ليس فقط لتطوير قطاع التعليم في الأردن بل أيضا لتطوير قطاع التعليم في هذه الدول التي تشارك في مثل هذه المؤتمرات والفعاليات التي تنظمها أكاديمية المالي كارانيا لتطوير التعليم مراسلتنا من العاصمة الأردنية عمان شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل شكرا أروى وإلى هنا نكون مشاهدين الكرام قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج مراسلون حول العالم على أمل أن يتجدد اللقاء معكم الأسبوع المقبل دمتم بحول الله ورعايته إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة